موسيقى أهلا بكم عاد نبض حلب روح المدينة المدمرة بدأت طلائعها بالظهور مع طلوع أرواح المسلحين فيها الذين سارعوا إلى الاستغاثة وتأمين ممرات عبور أطبقت الدولة السورية على حلب مدينة النظام وعاصمة سوريا الاقتصادية وشريانها الحيوي لكن إذا كانت معركة استعادة المدينة التاريخية تجري حاليا بأياد الروس والجيش السوري وحلفائه ونجبائه فإن من أسقط حلب هو من دعم معارضتها ذات معركة خاسرة فالدعمون هم المتخلون سلحوهم ثم حاصروهم نفخوا بصمود حلب إلى أن تبت يداء أبي اللهب تخلى المجتمع الدولي عنهم وأدارت دول الخليج ظهرها لمعارضين مسلحين من خيراتها تجمع المقاتلون في ربع مساحة شرقي حلب ولما طرحت روسيا التفاوض على خروجهم وقف المجتمع الغربي ودول عربية في وجه إتمام عمليات الانسحاب ذرفوا دموعا على حصار حلب تباكوا تحت قبة مجلس الأمن دعموا المعارضة بالخطابات وطلبوها بالصمود والتصدي وهم يدركون أن عين الهون لا تقاوم مخرز السخوي إلى أن جرت محاصرة المسلحين في مساحة ربع الربع ومع ذلك منعوا من التفاوض على الانسحاب الآمن وكل ذلك بهدف أن لا تسقط حلب فتتغير المعادلة ويصبح الروسي والإيراني وحزب الله قادة سياسة بعد قيادة الميدان والضربة القاسمة للمعارضة المسلحة جاءتها من سند الظهر أمريكا فلم يكتفي وزير الخارجية جون كاري بالانسحاب من دعم المعارضين إنما حملهم مسئولية خسارة حلب لكونهم رفضوا التزام وقف إطلاق النار والضربة الأمريكية للمعارضين ستكون عبر سحبهم إلى تفاوض بالشروط الدولية وفي عرين الأسد إذ أعلن كاري أن الرئيس السوري سينخرط في التفاوض بنيات حسنة كما أبلغه الطرف الروسي تسارع التطورات الميدانية والسياسية في حلب يترافق وخطى سريعة في الموصل للتخلص من داعش مع حسم مبين في سرط الليبية وتوجهات خاليجية سعودية كويتية للحلول السياسية للحلول السياسية في المنطقة من سوريا إلى اليمنين المتصارعتين أمام هذا الواقع بات على لبنان تسريع خطاه الحكومية حتى لا يصبح على رصيف الدول وإذا كانت الحلقة المفرغة تدور على خطي بنشع عين التين موصولة ببعبد فإن بيت الوسط لعب دور التوازن واستدعى الرئيس سعد الحريري هذا المساء زعيم طيار المرداء النائب سليمان فرنجي إلى لقاء للبحث فيما يمكن أن يفرج عن التشكيل الحكومية قبل الأعياد ترجمة نانسي قنقر